مش معنى ان انا قديت دوري وديت واجبي كمواطن في الانتخابات وخلاص وظهرت النتيجة اعود احط رجل على رجل وحط ايدي على خدي ويلا بقى فانوس سليمان يشتغل يلا بقى مش عارف ايه السحر يشتغل بالضبط المصباح السحر يشتغل ايه يا فندم اقمر لا انا بقى انتخبت فعايز معلش عايز مرتب وعايز مش عارف واحد اتنين وعايز طيب ماشي حقك حقك مفيش مشكلة مفيش اعتراض بس انا انا مش هينفع اعمل كل ده الا بالشعب المصري بالمواطن المصري فاحنا لو قلنا مثلا رقم واحد ايه المطلوب مني في الجمهورية الجديدة احط خطة ده رقم واحد ادخل بي الجمهورية الجديدة لمدة ست سنوات كل واحد فينا يحط خطة انا في خلال الفترة اللي جاية دي هعمل ايه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيدخل الموضوع الا لما يكون حسبه كويس فيه تخطيط لكل حاجة في حياتنا انا هخطط هدخل الجمهورية الجديدة دي ازاي هحقق ايه ايه اللي نقصني في اللي فات محققتوش وبتمنى دلوقتي احققه ما ينفعش ان انا اعيش حياتي يوم يعد في يوم يعد في شهر يعد في سنة من غير خطة لازم تعمل لنفسك دراسة جدوى الربنا سبحانه وتعالى لما تكلم على فئة معينة من الناس عايشين كده من غير خطة ومن غير هدف الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكلوا الانعام والنار مثول لهم هو عايش يأكل ويشرب وخلاص ما ينفعش المواطن المصري من النهاردة هو بيفكر وبيخطط لنفسه خلال الفترة اللي جاية انا هحقق ايه انا هعمل ايه وبالتالي الخطة دي هيقدر من خلالها ينجح وينجح المؤسسة اللي هو فيها وبالتالي هينجح البلد اشتركوا في القناة